السلام عليكم هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن Total Hep Arthroplasty وده محاضرة تابعة للهيب فراكشورز ان شاء الله هنتكلم فيها overview عن الoperative treatment الoperation بتتعمل ازاي السوفتيشوز اللي بتتفتح ويحصل لها انجري وبناء عليه انا بتاعي طيب هنا overview سريع ان شاء الله عن الاناتومي ده البوسيرو اسبكت ده بعد ما تشالت ده most superficial from the behind بنشيل بشوف المنظر ده قدامي كويس بشوف بشوف وبعد كده بشوف اللي احنا عارفين هم اللي هم اللي هي اكبر واحدة فيهم وبيعد من تحتها السياتيك نورف وهي طبعا التندل بتاع طبعا بيدخل غازي بيطلع من جيتر سياتيك فورمين وتحت منها اللي هو الكابل الضخم ده اللي هو السياتيك نورف اللي هو بالاصفر ده كويس بياخد لي بيكون السياتيك نورف بيبقى بيعدي تحتها بيعدي من تحت والباقي الروتيتورس اللي هم الشورت الروتيتورس باقيين اللي هو وبعد كده وبعد كده وبعد كده خلي بالك اللي هو اللي هو الابروتش هو بيجي يفتح زي ما هنشوف دلوقتي بعد شوية بيفتح بيعمل وبعد كده بيلاقي قدام المنظر ده وبعد كده بيعمل طيب الانتيريور اسبكت انا بشوف المنظر ده بلاقي المنظر ده ده طبعا اللور ابدومينا المسلس تحديدا وبعد كده الاليوزوس بيكون و بيفوز بيفوز مع بعض وبعد كده بيانسرت في لسر تيوبروزتي طبعا احنا شايفين كده ادي الاستابلا مهوت كويس وده عندي ادي الفيمر الهيد فيمورال نيك جريتر تروكانتر الواغدة من الانتيريسوبي قصدي من الجريتر تروكانتر قصدي ده فاستس لاتراليس اللي هي الكواتسيبس مسلس بقه فاستس لاتراليس وفاستس انتربيدياس وبعد كده تدخل في الاداكتور جروب تبقى عندك البيكتينيس طبعا البيكتينيس بتأسس في فليكشن هيب واداكشن عشان داريكشن بتاع المسل الفايبر زهية والاداكتور لونجس والرفيعة خالص دي اللي هي المست ميديال جوينت اللي هي الجراسلس الجراسلس مسل ايه هي الانديكيشنز طبعا لو انتو فاكرين في محاضرة الهيب فراكشورز قلنا ان بتحتاج ان انا اعمل او هيمي ارثرو بلاستي فاكرين ليه؟ تمام؟ عشان بلاد سابلاي عشان بلاد سابلاي ان هو بيحصل دلوقتي في البلاد سابلاي فا اذا ما ما تمش التدخل جراحيا وتم تغيير المفصل ده سواء كان او توتل فتتعرض لتوتل اه اصلي تعرض ليه اه 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 افاسكون نيكروزيس اي في ان افاسكون نيكروزيس فيها زي ما اخدناها لك طيب، لكن فيه الانديكيشنج س تلاقيge هنشوف دلوقتي اشعاعات مقفول المفصل خالص كويس ما بتحسنش وفيه مبيلتي جدا يعني خالص يعني تيجي تعمل ما يجيب لكش ما فيش اي حاجة تيجي تعمل ما فيش زي تبقى بقى شديد لا ينتهي عملت يعمل يعمل فيزيو ثيرابي انت مش قادر تفتح المفصل خالص ففي الحالة ديت لا بيلجأ بقى انه هو نعمل هنا ايه انه هو البيشنت يعمل كويس تغير المفصل دوت لانه هو انت عندك انت عملت لقيت الدنيا قفلة خالص قفلة خالص تعملو غير محتمل وحتى لو تحمل شوية جلسة واتنين ست جلسات تمن جلسات وما بيجيبش رينج لما تيجي تقسو بالرينج وقفموش بالجونيومتر فاستيل زي ما هو ما فيش اي تحسن خالص فلازم يعمل ايه كويس الحاجة التانية روماتود ارترايتس انه هو حصل بقى للأسف انه هو بدأت انه هو يحصل يحصل فيها بتاعت تتأثر بشكل جديد هنشوف برضو ليها دلوقتي الحاجة اللي بعد كده اللي هو اللي احنا قلنا من وممكن خلوا بالكم هنا ممكن انه بقى برايماني كوز نوت ساكندري تو ديو تو تروما هنيجي بقى بعد الانديكيشن اللي بعد كده اللي هو الفراكشن نيك فيمر ال ديس بلايس دي فراكشن نيك فيمر عشان بلاد سابلاي انما هنا اقفزكم ان الكوز ده ممكن يحصل اصلا لوحده ممكن يحصل الفيكشن في ال تتأثر اصلا لوحدها اوكي ان هو يحصل كده بالفعل وهنشوف حالات زي كده اا بعد كده الانديكيشن اللي بعد كده اللي هو ال وطب يحصل في ال 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 بيبقوا مولودين عندهم كان اسمه قديم اللي هو ف اللي هو برضو لها اا صورة نشوفها في حالات وعرفنا ليه في محاضرة ال ال ديس بلايس ديوتو ال 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 في ال في قويس طيب اا واخر حاجة اللي هو ال بناين الماليجن بوني تيومورز لما يحصل في ال بروكسيما البورت في بوني تيومورز اا بناين او ماليجن ففي الحالة دي بتبقى من ال ال القوية لل total اا لل ناروينج ده مش محتاج انه هو يتعمله اا 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 ده يتحسن بال ال ده لو عملت العيان ده مباليزيشن و تراكشن كويس هيتحسن بإذن الله ويجيب ريزالت كويسة اا بلس بقى ال مسكوليترز و المسكوليترز المسكوليتر و الفنكشن ال اكسرسيز طبعا اللي احنا ايه عارفنا طيب تعالوا بقص الصورة العليمين دي بص كده الجوينت شديد انت متقدرش اصلا تميز في المسكوليتر اصلا بص متقدرش تشوف الجوينت مقارنة بال بيكتر بص كمان الدستل بارت الدستل بارت يعني شوية الجوينت لاين تقدر تشوف يعني شعر كده شعر انما دوت والميديا بارت ده ده صعب انك انت اتميز في العيان ده ده في هنا جوينت ناروينج عنيف عوي فده محتاج في حالات السفير اا اا استي ارثريتس دوت انه هو يغير مفصل هتلاحظوا كمان لو فاكرين محاضرة السبورت انجري هتلاقوا الكونفكستي هنا فيه كونفكستي هنا موجودة في 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 اللي نيك اللي هو الهيد نيك افسيت ده فقد فده معناه ده ده ايه ده نوع من انواع الفيمر استابلر امبنجمنت اللي هو لو انتوا تفتكروا اللي هو كام في مرء استابلر امبنجمنت كويس في الهب طيب تعالوا هنا نشوف اكس ري تانية بصوا هنا هنا متضررش اتميز اصلا جونت لاين برضو بص النارونج الشديد قوي في الجونت سبيس بحس اصلا مفيش جونت سبيس فده لازم العيان ده يفتح ويغير مفصل كويس ده العيان ده لك انت تخيل كمية البين اللي بيشتكي منها وال المتاكشن في العنيف والفونكشن بتاعته بصورة جديدة لاقدرش يقعد لاقدرش يطلع سلم لاقدرش حتى يمشي الويت بيرينج لاقدرش يفتح المفصل في دي اب داكشن او اكسترنال او يعمل اكسترنال نوتيشن او انتنال نوتيشن تعالوا نبصوا كده للاكس راي دي برضو دا في هنا دا بقى روماتود ارترايتس بالزات في لو احنا دي رايت اهيت فالليفت متأسرة برضو فده العيان دا يدخل يعمل توتال هب ارتروبلاسي نغير مفصل كويس دي حالة ايه شباب دي حالة ايه دي حالة دي حالة اه بصوا كده هو الرايت هب دا كده شوف كلمة مكتوبة اهيت بصوا كده اه محترم مفيش بصوا الريجولاريتي اوف ذا رايت هب بصوا الفرق اعمل ازاي فده لازم يغير مفصل على طول لازم يغير مفصل على طول بصوا الريجولاريتي ايه للأسف فقدت ماشي ضيق حالة الديفلوبينتال دي سبليسيا اوف ذا هب او بصوا الناحية دي لو سمينا دي مثلا الليفت سايد لو قلناها مثلا مش متحدد هنا دي رايت ولا لفت يبقى دي رايت سايد يعني بصوا هناك ده نورمل ده المفروض ده الستبلام ودي الفيمر الهيد بتقصفاي بعد كده بتكبر بيقفل بتقفل بعد كده لكن بصوا بقى ناحية الرايت هنا كده دي طالعها خالص من مكان من مكانها خالص من فده اوف المفروض ان هو بتاع يبقى ماشي مع في القرش يبقى قرش كده 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 ده من ضمن الحاجات اللي بتشخص بها إنما هنا إنما هنا بصوا هنا ده القوس ده هو لو حبنا نرسم القوس ده هو كده آخره هنا هو إنما القوس بتاع ده كده مع بعض تمام ده ده والعيان ده لما بيكبر طبعا في السن طبعا الطفل مش بتعمل له مش بتغير له مفصل وهو طفل لكن انا بتكلم لو لو هو الفيل كونسيرفوديف تريتمين لما بيكبر في السن فلازم بيتغير المفصل لو كونسيرفوديف تريتمين فقط ولما أقول كونسيرفوديف تريتمين يعني معناها المقصود بيها سبلينتينج إن الأرثوباديك سورجين بيعمل ولو يتحط في سبلينتينج سيريال سبلينتينج أو كاستينج و ميديكيشنز وفيزيوثيرابي كويس ده الانديكيشن اللي بعد كده اللي هو ويمكن الصور دي عدت علينا قبل كده في محاضرة شايفين المنظر عامل ازاي ده هو فإنت كده عندك تعتبر إيه مدبوحة على طول أو موهيمي أرثوبلاستي according للديسيشن of the أرثوباديك سورجين ده كده الانديكيشن اللي بعد كده لو بناين عماليجن تيومر بيبقوا منظره عامل كده بصة منظر الفيمور النيك كويس فده تيومر طيب أنا عندي نوعين من التوتاليب أرثوبلاستي لأيما cemented أو un cemented أو أحيانا بيسموها cementless يبقى cemented cemented ده يعني فيه سمنت بيستخدموا مادة كده زي البون كويس المادة دي اسمها polymethyl methacrylate material ده بتبقى زي بالضبط البون synthetic bone بالضبط نفس المتير بتاعته لما بيستخدموها في cemented كويس ودي بيبقى منظرها بيحقينها كده هوت تمام بيحقينها كده بحيث ان هو يثبت بها البروثيزيس الاندو بروثيزيس سواء كان الاستابلر بروثيزيس أو الفيمر بروثيزيس بالضبط كأنها يعني هو ايه بالعربي كده ده اللي هو بتبقى هي المساحة بتاعتها اكبر من الاستابلر الحقيقية كويس فبدخلها ايه بيحشرها فيها ونفس الكلام في الفيمرال بروثيزيس الفيمرال هيد يعني الفيمرال هيد بروثيزيس بتدخل برضو ايه بنفس طريقة في الفيمرال شافت فانت عندك كده اللي نر اللي نر ده اللي هو كأنه بيعمل كأنه كارتليج علشان الشوك ابزوربشن وعلشان تبقى مايبقاش فيه ما بين البوث مثل البوث مثل ان هو يحصل ايه وير فهو كأنه أرتكولار كارتليج بالضبط كويس ده الفرق ما بين الايه السيمنتد والأم سيمنتد والأم سيمنتد او السيمنتلس البروثيزيس تمام احنا كده فيه عندنا نوعين كبار او تلات انواع او من Total Heap Arthroplasty اما انه هو فيه Postulateral Approach واسمه جيبسون او Antrilateral او Pure Lateral احنا هنتعرض ان شاء الله للايه للتو Most Common Types اللي هما Postulateral Approach والAntrilateral Approach البostulateral Approach يعني معناها ان انت ان الاغتوباك سيرجين بيدخل الابروتش بتاعه عن طريق الجلوتيس ماكسماس الانترولاترال ابروتش يبقى انا كده بدخل الارثوميك سيرجين بيدخل من قدام عند منطقة التنسل فشالاته انتيريلي كويس هنشوف الوقت الديفرنس ما بين الاتنين مش محتاج ان احنا نعرف تفاصيل شديدة في العملية غير بس الpowerpoint اللي موجود في الpowerpoint وهحاول ان شاء الله ان انا ابعت لكم فيديو يشرح فيه البوستولاترال ابروتش اللي هو المستقومن يوزد ابروتش كويس لما اجي على البوستول لما اتكلم بقى على الجيبسون ابروتش او البوستولاتر ابروتش يعني معناها كده ان انا في البريكوشن دي هكيب اميند في البريكوشنز اثناء الريهابليتيشن ان انا مش هازود الهيب فليكشن علشان ما يحصلش بوستول ديس لوكيشن حلو طيب والانترال ابروتش العكس برضو في البريكوشنز هخلي بالي مش برضو في البريكوشنز هخلي بالي ان ما جبتش هايبر اكستنشن في الهيب علشان ما يحصلش انتيرو ديس لوكيشن في البروثيزيس اللي هي بعد البوستو ابروتش طيب ايهي الادفانتيجز وف كونترا او بوستولاترال ابروتش الادفانتيجز عندي ان هو الوقتي ان انت الجلوتس ميدياس ومنمس مش بيجي جنبهم الجراحة برضو الفستسلاتراليس وده بيدي فرصة كبيرة جدا ان الريهابليتيشن بتاع المسل ستي بتبقى توبي نورمالايزد بسهولة او الجيت والترندلنبرج انتوا عارفين طبعا ان لما يحصل ويكنس قصدي لما يحصل انجري للجلوتس ميدياس فانت كده بيحصل ترندلنبرج جيت ترندلنبرج جيت ان هو هو مش المسل لما بتيجي سنجل لجستانس اثناء الجيت سايكل اثناء الجيت سايكل فبيجي عند البروثيتيك لمب البروثيتيك لمب طالما ان هو حصل انجري يعني حصل انسيجن في المسل دي في الجلوتس ميدياس وده ما يحصلش هنا في بسطولاتر بس ما بتكلم في الايه هنيجي بعد شوية بقى نشوف بقى الايه الانترولاتر الابروتش بيحصل فيها ايه فالمسل دي بتفقد قوة كبيرة فبيقدي الى ترندلنبرج جيت ترندلنبرج جيت او ترندلنبرج جيت او ترندلنبرج ساين علشان يعوض البلفيك دروب اللي هيحصل على الكنترولاتر الابروتش يعني كأنه بالليننج تورد كأنه بالضبط ان هو ايه بيقوم محل بيحل محل عضلة الجلوتس ميدياس كويس فهنا ده من الانفانتجز العالية جدا في البسطولاتر الابروتش اللي هو جيبسون ابروتش كويس ايه كمان زي ما اتفقنا ده هيأثر لي على الجيت ان الجيت هتبقى كويسة بسرعة لان انت عندك الجلوتس ميدياس والمينمس خلي بالك برضو المينمس مهمة جدا في ايه المينمس بتأسست في انترنر روتيشن ما هتنسب في الشلاته كويس فانت محتاج في الجيت سايكل برضو ان فيه ماء فيه شوية انترنر روتيشن دورن جيت سايكل وده عضلة كبيرة جدا فانت محتاج انك انت تبريزيرف فانت محتاج انك انت تبريزيرف انها بتاعت بوسترولاتر الابروتش تعالوا كده نشوف اوبرتف اوبرفيو اف بوسترولاتر الابروتش دي اول خطوة انه هو بيفتح الاسكن كده هو طبعا دي الجلوتيس ماكسماس مش بيقطع ترانسفيرس لي للمسل فايبرس لا هو بيعمل سبليتنج ما بين المسل فايبرس لان الديريكشن بتاع المسل فايبرس ماكسماس يعني جاية from medial to inferior and the direction of lateral the direction of muscle fibers فالانسيجن barallel to the muscle fibers not transverse to it او not perpendicular عليها فده هيدي هيدي يعني ايه الويكنس بتاعه هيبقى اقل من لو قطع طبعا بعرض المسل فايبر طيب هو هنا بيفتح كده بيعمل the splitting ما بين المسل فايبرس وتاع الجلوتيس ماكسماس لحد ما يوصل الجيتاتروكانتر وبعد كده بيفتح انسيجن كده the upper part of the shaft the femoral femoral shaft كويس الخطوة التانية طب بعد ما فتح ال skin بعد ما فتح ال طبعا هو بيبقى ايه lateral decubitus او معناها side line يعني الخطوة التانية بعد ما فتح ال skin وصاب كتينيس فاشية وصاب كتينيس تيشو وصاب كتينيس دي بوستيش والففات دوت بيلاقي تحت منه ايه على طول بيلاقي منه بعد ما فتح ال skin بيلاقي منه وجلوه ماكسماس زي ما اتفقنا اهو بيعمل splitting بص direction of gluteus maximus muscles ده direction بتاعها هي كده نفس نفس direction بتاع انسيجن كويس هيعمل الوقت splitting ليها وبعد كده اول ما يعمل splitting لل gluteus maximus ديت في ال proximal part بتاعها نلاقي ايه نلاقي المنظر ده ايه هو المنظر ده بقى هشوف lateral rotators على طول short rotators short rotators by reformas اهيت gemellas superior rocterator internas gemellas inferior و short rotators انا كل ده المفروض ان انا عايز يوصل لايه عايز يوصل لايه عايز يوصل لل joint capsule علشان يقطع joint capsule وعلشان هيعمل dislocation لل المر الهد علشان يغير المفصل بكل بساطة بكل بساطة يعني هو انا عايز هو ال approach بتاع هو اللي هو فهو بعد كده هيقطع بقى short rotators دولت هيقطع short rotators بعد كده خياطهم تاني في كويس بس هيقطع هيبقى تحت من بعد بعد ما يغير المفصل يعني هيقفل تاني فهيفتح كويس هيلاقي المفروض تحت تحت على طول الكابسول بقى joint capsule هيقطع الكابسول بعد كده يرجع يخياطه تاني وهيكذا ويفتح بقى ايه يعمل يعمل dislocation femoral head ويغيرها طبعا استبلم ويغيرها وبعد كده يجع كل حاجة تاني وان شاء الله حاول اه اجيبلكم فيديو كده ايه اللاصفر ده ايه اللاصفر ده اللاصفر دوت في البضي في ايه حتة في البضي ده بيبقى نيرف ايه الباشا ده بقى ده السياتيك نيرف ده السياتيك نيرف يبقى هو اول ما بيعمل splitting لل gluteus proximal part of gluteus maximus بيلاقي المنظر ده تحته بيلاقي السياتيك نيرف superficial to the short rotators كويس فلازم افاديه طبعا وإلا تعمله يا باشا بقى تعمله برانس بقى بلسي كويس دروب فوت على طول اول حاجة فهو هنا بصوا خلوا بالكم هو عامل retraction بالطول دي retraction gluteus maximus مع ال skin وطبعا فشية طبعا فشلاتة و اه وايه فطلع exposed ده عنده السياتيك نيرف لازم يا افايد ده هم هيعمله retraction بقالة كده blunt مش حد قصدي لا قالة يعني لا تسبب اي انجري للسياتيك نيرف ده مش هزار خلاص ف 64 فصورة الي جاية امريكو بقى الستياتيك نيرف ازاي بيعمل لها اه ريتراكشن بستياتيك نيرف يعمل الراتيكشن اعجبado هوا كده هو كده عامى ليه بقى اوau كده سحب عامى الراتيكشن كده هو لالستياتيك نيرف اللا صفر دة كويس وبعدين راح اقطع في التين بتاعة التين نفس المنظر كويس بتاع التينتر كف انت عندك دولة برضه المسكين في الجريتر طبعاً الفوق اللي في الشولدر مسكين في الجريتر تيوبركل إنما اللي تحت الشورتروتيتورس دولة مسكين في الجريتر تركانتر فهو كده قطع دلوقتي وبعدين طبعاً هو مفادي ساتيكنورف وبعد كده بيقطع تمام؟ مش العكس يعني خلاص آآ كويس وقوم منهم طبعاً الكوادوس لنبورم الكوادوس لنبورم بيعمل لها ريليس برضو وبعد كده بيرجع يا خائط الدنيا دي كلها خلي بالك انت بقى انت بحتاج انك انت ليه هو كده يبقى انت كده معناها ان انت حضرتك فوربيدن انك انت في الفورست ستيج او في الاكيوت فيز او في الهوسبتاليزيزيشن ان حضرتك تعمله ريزيستد اكستيرنا روتيشن علشان المسلز الهيل دي الهيل دي ديت كويس علشان المسلز اللي هي الهيل لما تديها فرصة انها هي تهيل كويس قطوا سيكس ويكس لحد ما يحصل هييلنج لكل ده بلاص الكابسول انت طبعا لو انت زودت الانترنر روتيشن كده كده انت لو زودت الانترنر روتيشن ده خطر على الصوفتشوص بوستيريلي لان احنا ناخد في بريكوشنز كمان شوية في الريهبليتيشن ان ما نعملش الكلام دوت ان فيه بريكوشنز علشان ما حصلش بوستيريش ديس لوكيشن زي ما قلنا قبل ما نوضح الديفرنس ما بين التو أبروتش طيب هنا كده ده بعد ما ايه ما عمل هو كده عمل للأكس بوجر للايه للكابسول لجوينت كابسول تمام اللي هو بعد كده بعد ما يقطع الكابسول بعد ما قطع الكابسول يبتلي بقى ايه يقطع يقصر عصدي يعمل ديس لوكيشن لتدرط بسيو ديس لوكيشن للأه للفيمورال هيد عشان يبتلي تغير بالأستابلل بروثيزيس ويحط اللاينر اللاينر اللي هو زي ما تفاني الأرتيكولار كارتلج وبعد كده يحط الفيمورال هيد بروثيز خلاص ده 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 بعض الصور كده هوت وهو بيعمل حاجة اسمها أستابلر ريمينج بصوا كده الأستابلم ده كده بعد ما عمل ديسلوكيشن فهو كده بينظف ريمينج يعني ايه يعني كأنه بينشر كده حاجات بسيطة كده جوه الأستابلم علشان تتلقى بعد كده علشان بعد كده تستقبل البروثيزيس أستابلم طيب فهنا بيبقى الاستابلر ريمينج ده اللي هو كأنه بيأور كده بالظبط فاكرين لما أخذنا شافت فراكشور في دافيمر انه هو بيعمل ريمينج للمضالة كده بتاعت البون علشان يدخل الانتر مضالة رينيل فنفس الفكرة هنا بيعمل الريمينج استابلر ريمينج ده علشان تستقبل الاستابلر بروثيزيس اللي هتركوا هتشوفها دلوقتي في السلايد دي تبصوا كده دي كده الاستابلر بروثيزيس زهيت اللي احنا ازا ما اتفعنا انه هي ممكن بتتثبت بطريقتين يا سمنتد يا نان سمنتد سمنتد يعني تحط لها سمنت حاجة زي مادة زي البون كده تمسكها في الاستابلر كويس أو انه هي تبقى سمنتلس او انه هي تبقى خلوا بالكم بتبقى ايه تبقى اكبر شوية من الاستابلر الحقيقية علشان تدخل بريس فيت اللي هي تدخل كناعة حشرة كده هتلاحظوا في البروثيزيس دي ان هي اصلا سمنتلس مش بيستخدم تثبيت مش بيستخدم سيمنت هتلاحظوا كمان في الاستابلر بروثيزيس كده فيه هولز مفتوحة كده هوت هولز مفتوحة حلو الهولز ده لما تتحط الاستابلر بروثيزيس في المفروض ان فيه بيحصل بنتريشان للبون تيشو بتاع الاستابلم الحقيقية انسايد الكلام ده يحصل بون انجروث بون انجروث هنا كده فتبقى هي ميثود فيكسيشن او دي استابلر بروثيزيس بعد ما اه اه لتر ان يعني مع كم شهر كده تبتلي بقى ايه البون انجروز دي تدخل اه اه من خلال البورز دي ده لو هو ايه الاسمنت بقى؟ ده هنا السمنتد لو هى اسمنتد فبيحط الايه؟ بيحط هنا بيحقن المادة الاسمنتية اللي بيثبت بها البروثيزيز كويس؟ وبعد كده بيحط اللاينر اللاينر ده اللي احنا بقولنا عليه اللا Ignore به محل الل tape بعد كده بيحل محل الارتاكورر كارتلج بعد كده مفهود هاي ده هيبتلي بقى ايه؟ هيبتلي يشتغل بقى على ال ears فامرال بروثيزيس الفامرال هاديا خلاص بص كده اهو ده الفامرال ستم اللي بتدخل جوه البتاع خلي بالكم دي مش النهائية دي مش الفامرال ستم النهائية هو دي بيدخل بها بيوسع وكأنه بيعمل ريمينج للبروكسيمال بارتوف ذا شافتوف ذا فيمر وبعد كده بيدخل الايه النهائية بيسموها الفامرال بروفيجن بصوا بعد ما تدخل بقى عاملة ازاي فيمرال ستم انسورشن والاكسس سيمنت بيشير وعد كده يعني هو بعد ما حط الاسمنت بحط الاسمنت بالسيمنت فالسيمنت مثلا بيوصل لحد هنا مطرح البيونتر كده من امعلم كده هو تعاند الفامرال شافت كويس فهو كأنه بيسد الايه المضالة من جوه بتاعت البون البون مضالة حلو وبعد كده بيحط الفامرال ستم وبعد كده طبعا لازم بيطلع اكسس سيمنت فبيشيروا بقى بعد كده تمام ده طبعا النك وبعد كده هيركب هنا كده البول دي الفامرال هيد بس هتبقى مش النهائية هتبقى ايه زي ما اتفقناها هي بروفيجن وبعد كده لما بيطمن ان كل حاجة في مكانها اناتومي كاني يبتدي يركب دي زي ما اتفقنا البول الزرقى دي دي البول الزرقى دي ده كده ايه البروفيجنال فيمرال هيد كويس بعد كده هاي حط بقى الفاينل فيمرال اندو بروفيزيس دي بقى اللي هتركب بتدخل جوه الايه جوه اللاينر والاستابلر بروفيزيس هيبصوا كده هو بيدخلها بصوا ازاي بيدخلها جوه ادي اللاينر اهو انتم شايفينه كويس واده فيمرال هيد بدخلها كويس وبعدين قبل ما بيقفل لازم يجيب لي عشان يتشيك الانتشو تنشن خلاص وخلي بالكم ان هو يعني حطها بيرضها بقى تاني وبعد كده بيقفل وبعد كده بيقفل الكابسول وبعد كده بيقفل 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 بيخيطهم وبعد كده يرجع تاني يعمل سيوتشارين كده هو الجلودياس ماكسيموس بعد كده صب كتينياس فاشيا الفاشيلاته وبعد كده السكن تمام طيب النوع التاني الابروتش التاني اللي هو الانترولاترال ابروتش او واتسون جونز كويس الانترولاترال ابروتش انشوف الوقتي صورة لي دلوقتي انه هو دلوقتي انه هو مش بيفتح بوستيريولي لكن بيفتح انترولاترالي طيب ايه بقى ميزتها ايه الادفانشوز بستعيتها انه هو بحطش ريسك انه هو يحصل بوستيريوليسلوكيشن كويس اللي هو كان اسوشيتد معه البوستيريولاترال ابروتش يعني هو هنا بساعتها بقى في الابروتش ده لو العيان اتحط لو تعملوا الابروتش الانترولاترال ابروتش ده فانت متلاقش من الفلكشن فهتشيله من البريكوشنز انك انت تعمل الفلكشن اوبر ناينتي ديجيز تمام طيب ايه تاني ايه تاني انه هو دلوقتي انه هو ده بيستخدم الانترولاترال ابروتش ده في حالات الستروك حالات اللي هو في حالات اللي هي فيها موجودة طبعا عارفين الاسباسيستي ده ايه شديد فبيحصل ان الاسباسيستي ده في الديريكشن بالذات فبالتالي ده ما قدرش عمله بوستيريولاترال ابروتش لانه هيخلع لانه هو لما تجيله المصل سباستيك كويس فتشد جامد على تعمل الجوينت ري اكشن فورس فتخلعه فتخلع البروتيزيز بعد ما يركب لو هو في البوستولاترال ابروتش فعشان كده بنستخدم الايه الانترولاترال ابروتش في العيانين دول كويس السريباقولسي والستروك الميزة التالتة ان انت متحتاج ان انت تعمل ابداكشن بالو لفترة من الفترة طويلة علشان ان انت مش قلقان انه هيحصل ديسلوكيشن بوستيريلي يعني انت بتحط ابداكشن بالو عشان تمنع الاكيوت ادكشن يعني انت مثلا لما هنيجي في الريابيتيشن بتاع العياني يقولك تحط لما تجي تقلبه في السرير طبعا تحط بخده بين الريجليل الاتنين عشان تحافظه على سنة ابداكشن حوالي 2 ديجريز او 15 ديجريز طيب فهوية دي فهي دي الريابيتيشن طبعا تبقى اقل يعني الريابيتيشن هنا في الانترولاترال ابروتش بتبقى اقل وفيج فريدم اف موفمينت اعلى من البوسترولاترال ابروتش خلال الريابيليتيشن بتاعي علشان طبعا الريابيتيشن هنا بتبقى اقل من الريابيتيشن في البوسترولاترال ابروتش عبارة عن ايه بقى البوسترولاترال ابروتش ده قصد نشوف الاول ديس ادفانتجز ديس ادفانتجز عندك ان هي ان هي كده عندك الايه اولا ان هو فيه مشكلة ان هو عرضة اكتر ان يحصل هيتيروتوبك اصيفيكيشن هيتيروتوبك اصيفيكيشن في منطقة الاسيتابلم الانترولاترال الانترولاترال انترولاترال اسبيكتو في الاسيتابلم فسهل جداً بيحصل إيه هتيروتوبك يعني إيه هتيروتوبك إنه هو بيبقى فيه استيوفايت كده بين من الأستابلة استيوفايت كويس طيب الديس أدفانتج الثانية إنه هو فيه طبعاً جريتر بلادلوس ثالث حاجة التايم بتاع الأوبريشن بيبقى أكتر من البستولاتر أبروش التشوز اللي بيحصل لها إنجري في الأنترولاتر أبروش جلوتيس ميديا سن مينيماس تعال بقشوف بقى الدنيا بقى جلوتيس ميديا ده 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 من ديس أدفانتج برضو فهو هنا بيعرفك هنا لإيه الفيوليتي تشوز أو الإنجر تشو عشان تبقى حاطط في الاعتبار إنك كفيزوثيرابيست إن أنا وأنا بعمل ريهابليتيشن هالعيان ده أنترولاتر أبروش لازم أفهم أفهم أشوف ريبورت جاي مع البيشنط العيان ده ستوضم معاه ويتش أبروش طيب مش معاه ريبورت زي ما معظم الحالات بتيجي فببص على الإنسيجن سايت ما كانوا فين لو هو إيه شارد دريسنج يعني كويس فلو أنا بقى في الأكيوت فيز لأ إنت لازم تطلب من أوثبوليك سورجن إنت عملت البيشنط ده تعمله أويتش أبروش يبقى الفيوليتي تشو جلوتيس ميديا سانبانيماس التنسور فاشيراتا خلي بالكم التنسور فاشيراتا أنترولاتر الفمانطاري بالزبط التنسور فاشيراتا طبعا ده البرايم موفرز اللي بتعملي انتنا روتيشن في الهب الفستس لاتراليس طبعا دي عضلة لا يستهام بها عضلة الكوارسيبس كويس رفليكتد هف هيدو فريكتاسفيموريس يبقى فيه تو هيدز هف كوارسيبس أفاكتد فستس لاتراليس وريكتاسفيموريس رفليكتد هيد بتاعتها والأنتيجونت كابسول والإليوزوستيندرم طبعا فكده فيه ماسف صفتيشو انجري حصل فيه العملية دي الابروتش زي دي الانتيجن هوت العيان نايم سايد لاين كده ده الانتيريور ده انتيريوري وده كده بستيريوري كويس زي ما هو واضح فهو كده بيبتلي بقى ايه ستيشيب دي كده بيعمل انتيجن هنا كده بالضبط زي ما احنا شايفين في الصورة حلو بعكس بسترولاترال بسترولاترال بصها تبقى عاملة ازاي بسترولاترال اللي انتو فاكرين خلال المسل فايبرز بتاع الاسم ديريوريكشن بيعمل سبيلتينج لجليدس ميكسماس بعد كده بينزل كده على الفيمرال شايف الابرو بروكسوم فارترية عكسها خلاص يبقى ده الانترولاترال اللي كده بيفتح الاسكن بعد ما بيفتح الاسكن بيلاقي ايه طبعا شال الفاشية شال الصوب كتينيس فاتي تيشو والفاشية كويس فبعد كده هيتدي بقى ايه اللي هو ايه لحد بيفتح لحد ما يوصل فاشيالاتها بتتفتح لحد كويس هدي ايه بص الخط كده بدأ كده هو في بعد بعد كويس بعد كده بيعمل ايه بيعمل كويس بيشيلها من بتاعها اللي هي في بتاعها الانسيرشن بتاعها كويس لكن طبعا بيحاول ان هو يفادي ما بيعملش انجري ماسيف انجري لكل لباقية المصل اللي هي جوليتس ميديس برضو اللي هي جوليتس ميديس نفسها فهو بيجيب الانسيرشن بس بيشيل الانسيرشن بس بيقطعها من الانسيرشن بس بعد كده بعد كده بيخياطه ويرجع تاني يعمل لها ايه انسيرشن بعد كده بيعمل انتيرير كابسلكتومي انتيرير كابسلكتومي طبعا بعد ما يفتح المصل هيلاقي الكابسول الكابسول شوفوا الفيمورال هيدا اللي هيدا فبيشيل بيفتح الكابسول ده من الفيمورال الك كده بقى اصبح معاه عصدي قدامي الفيمورال هيد اللي هو بعد كده هيعمل ويغير المفصل كده خلع كسر ، ده المزيلس ، ده المريض ، هو كده هيا أنت بآomie البرثيس هنا بعده العملية الص screenshots طبعا لاينير اليس Так المزيلس طبعا ميطلع لك الإشاعب المنظر ده هو بعد total hep arthroplasty X-ray كويس بعد كده ان شاء الله هنبدأ دلوقتي هنبدأ بعد كده أصلي الـ لحد ما البيشنت يرجع للفول فونكشن بتاعته ان شاء الله